شايف كل الكيكات دي ما فيهاش ولا زر الديق وأتحداك لو فيه نقطة زيت أو زبدة في مكوناتها ولا ديق أبيض ولا شفان ولا ديق لوز يعني مفيش ولا أصح من كده ولا أقل من كده سعرات وعشان ما خليش نفسك في حاجة عملتلك آخر وصفة من جير ديق ولا بيت تعال أقولك بقى إزاي تعمل كل وصفة وتطلع بالقوام اللي شايفه قدامك ده كل اللي أتعمله هتصلي عن نبي ولو لقيت عندك سبع تمرات وضفت عليهم علاقتين صغيري من الكاكاو الخام وبيضة وضربت كل المكونات كويس جدا وضفتهم في أي قالب عندك وضفت عليهم دركة شوكولات شيبس اختياري وفي الفرنة والإيرفراير لمدة 10 دقيق بس على 190 هيتطلع معاك ألز وأسرع كيك بالتمر لا تقولي بقى دقيق ولا زبدة ولا حتى زيت أربع قطع والقطع 65 صغيرة حراري بس قبل ومتباقي عندك موزة واحدة بس وهرستها وضفت عليها بيضة وفانيلا وسكر دايت وكاكاو خام وضفت دركة شوكولات شيبس اختياري وفي الفرنة والإيرفراير لمدة 20 دقيق على 180 هيتطلع معاك ألز براونيس كيك بدون أي نوع دقيق وصعراتها 200 صغيرة حراري بس طب لو هي هي نفس الموزة وهرستها وضفت عليها بيضة وفانيلا ومعلقاتين كاكاو خام وسكر دايت أو عسل وخلطتهم في ثواني وفي قالب كب كيك وفي الفرنة المدة 20 دقيق بس على 180 هيتطلع معاك أسهل وأسرع براونيس كيك في التاريخ ثلاث قطع وصعرات القطع 75 صغيرة حراري بس وهاتبقى القلب اللي عندك دا وضفت فيه قطع فراولة وعليها قطع موز وأربع قطع من الدركة شوكولات ودوبتهم وضفت عليهم قطع من باسكوت الشوفان اختياري وفي الثلاجة لمدة 5 دايق بس هيتطلع معاك أسهل وأسرع شوكولات ميني تارت بالفواكه هيدفيك في الشتاء أربع قطع والقطع 50 صغيرة حراري بس بكبات الحليب اللي في التلاجة دي لو جبتها وضفت عليه معلقة كاكاو خام وسكر دايت ومعلقة صغيرة جيلاتين وسخنت كل المكونات على نار متوسطة ودخلتها التلاجة لمدة ساعتين بس هيتطلع معاك ألز جيلي كيك لو خسارة الوزن تقدر تقسمه لأربع قطع وسعرات القطع 35 صغيرة حراري بس